يا جماعة بتاع شركة دابل دير الناس ما بتفتحش يا جماعة بتاع الشركة تكملة للدعم المنتجات المصرية في منتج كنا انا قدت بشوفه كتير بس الصراحة اول مرة عرف ان هو مصري وهو دابل دير وما طلقش الواحد بقى طلقت نفس الشركة بتعمل سنابس وده تقريبا بديل فيروز وبرضه جبنا حاجتين كده عشان الصراحة لقيتهم لوحدهم كده في الكشك وهو بيك كولا وهذا المنتج الغريب انا معرفش ايه ده بس يعان ايه من غير مطاول عليكم يلا بينا نبدأ باول حاجة وهي زلو مكتوب عليها من وراء مشروب كوكتيل فواكه يا اصلا لونها غريب والباكتجينج برضه حاسه اغرب ده عصير ده عصير وحش اه طب نخش على البعدانية لاتني ما جبت زلو برانة خالص يعان بيك كولا هزيه العبوة 200 ملي بخمسة جنيه بسم الله والله يطعمها لطيف لا الصدق كويسة طعم بيبسي خييف شوية بسمه بسمه حلو نخش على المهمة بقى وهما سنابس وعندنا هنا طفاح اخضر اناناس شعير وخوخ اول حاجة طفاح الاخضر بسم الله سهنحسسها شعير قوي يعني حاس حتى رحتها شعير وطعم الشعير طغي على التفاح الاخضر فيعني مش عارف اناناس بسم الله هي دي طعم الاناس فيها اقوى ومعادل الشعير فدي صراحة جابتني اكتر من التفاح الاخضر شعير شعير بحت بقى بسم الله هي دي المطالب منها انها تبقى قريبة من بريل شوية هي طعمها اخف سنة بس بغض النظر عن كده هي سعرها غالي شوية اني دي انا طلبتها من على طلبات مارت كانت بخمستاشر ونص برضه قولولي لو انت جربتها قبل كده كانت بكام خوخ طعم خوخ حلو ومع الشعير اللي اتنين مزبوطين مع بعض الخوخ دي فريفوت حلوه خش على اللي بعد المنتج بقى اللي فيه اطعامها كتير جدا يعني انا جايب تمانية هو تقريبا فيه اتنين او اربعة كمان يعني الله اعلم وعشان لمون مستيكا دي اغرب واحدة فيهم فهي دي اللي هبدأ بيها لمون مستيكا هعرف لبقى انا المستيكا اللي هو اللي بيقى في سفر ماركت اللي مش عارف بخمسة ساغل لغاية دلوقتي ده نفس ريحة بالظبط والصراحة ممكن احطه هنا عشان هو جديد شوكولاتة قهوة انا متوقع ان دي يبقى حقيق كده اسوأ من مال اليتيم هو فيه طعم شوكولاتة هو فيه طعم قهوة بس هو مش لايق مع صودة عنب بسم الله هعرف طعم صنطب العنب هو هو تقريبا بالظبط بس الفكرة ان ده بصودة فانا الصراحة بحب الطعم ده فهخلي ده معنا من الاطعامة المختلفة برضو الغريبة كرامل ده قبشع من مال اليتيم انا معرفش حد اجرب قبليكات كرامل ده وعاجي بقول لأ سيء سيء اطعامة منطقية بقى شوية ده الاناناس الاناناس ما بتفتحش اصلا اه يا جماعة يا بتاع شركة دابل دير الاناناس ما بتفتحش يا جماعة يا بتاع الشركة انا فتحتها بالطريقة التقليدية القديمة خالص وهي زي ما كنت بروح اجيب الازازة السوبر من الكوشك مهم ده الاناناس بسم الله هو ده الاناناس صح؟ يا ده بيناكولادة معنى بس هو اكش ليه احلى من التانية يوستفندي ايه طبعا حلو بس انا حاسس شوية فيها مش عارف لما بتاكل يوستفنديهاي وبتجي بزرة يوستفنديهاي كيف النص انا حاس بتعمل بزرة مش عارف ليه لمون نعناعة مهم؟ فريق الاعداد رمان بسم الله بسم الله لحيتها وحشة الرمان دي وطعمها وحش نحس انها طعمها طرامة بصوا انا بالنسبالي اكتر تلت اطعام اعجبوني في دبل دير هما اللمون المستكة والعنب ولمون اناع وفي سنابس انا ناس وخوخ واللي هي شبيهة بريل دي وغيرهم بقى بيكول دي انا اصرح حاس انها لطيفة فاقولولي بقى لو انتو جربتوا حاجة قبل كامل حاجات دي اقول لا وايه اكتر تعم بتحبوه في دبل دير بما ان تقريبا فيه طعمين او اربعة انا ما جربتهمش وفي الاخر بقى ربنا يا رب يرحم كل شهداء فلسطين وكل شهداء المسلمين وينصرهم يا رب نصرا قريبا ان شاء الله وينصر الامر العربية كلها شكرا جدا انكم لو انتو لسوا بتتفرجوا لغاية دلوقتي كان معكم ابو ازا من قناة لايف ازا بازا سلام